الشيخ محمود محتاجين بها ايه يا لقمر ونه في قمر غير حضرة النبي مش حضرة النبي الصحابة كلهم كان عارفين حضرة النبي قمر ونزاك إلا حصل حضرة النبي انشق له القمر القمر قال له الدنيا ميبقاش فيها أمرين بدل حضرة النبي بسسلي ودائما أقول قمر دي ليه ليه نشق القمر لأنه كان يريد أن يحتضن أنوار حضرة النبي بين أجزائه فانشق عشان بس ايه يبقى نور حضرة النبي مبين ايه ما بين أجزاء القمر وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة قمراء فأنظر إلى وجه رسول الله وأنظر إلى القمر فلوجه رسول الله أضوأ من القمر فلازم نقول قمر واجمل منك لم ترقط عين وأطيب منك لم تلذي النساء خلقت مبرأ من كل عيب وإن كأنك قد خلقتك ما تشاء قمر قمر سدنا النبي وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وكف المصطفى كالورد نادي الله الله وعطرها يبقى إذا مست آياتي الله الله وعما نوالوها كل العباد وعما نوالوها كل العباد حبيب الله وعما نوالوها كل عين وجامل سدن النابي وجاميل ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولا ظل له بل كان نورا الله الله تنال الشمس منه والبدورا الله الله ولم يكن الهدى لولا ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنوريطا ها قمار 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 سدن النابي قمار وجاميل وجاميل وجامل سدن النابي وجاميل ايه الجمال ده كله الله أكبر حاجة بديعة وحاجة نور وحاجة فضله وحاجة نور قوي